السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و صمدي هل نهار ان شاء الله غنقدم واحد الحلقة لي في الحقيقة فريدة من نوعها وش حلم واحد كي سووني على هالقضية ديال الكيلو ديال الانانيب كيفاش يعني المربين محترفين كيتتعاملوا مع الكيلو ديال الانانيب يعني هو الكيلو كيتغير على حسب الايام ولكن كيفاش كيتتعامل مع البيع ديال الانانيب يعني بالكيلو و كيفاش كيتعامل يعني باش يبيع بالكيلو و باش يبيع بالكثيبة يعني يعني انه غادي بيع مثلا واحد الام جاهزة او واحد دكر جاهز خصو يكون عنو واحد تقنية يعني كي ديرو كي يستعملوها المحترفين هالتقنية هي كالتالي يعني بلا شك ان شحال مواحد يلقاء صعوبة في البيع ديال الانيب في البدايات بدايات ديال اي واحد كي يلقاه في الصعوبة في التصويق منين كي بقى يبحثه مع امرو الايام كي قدر يعني يقلب على شي واحد يبقى يدفعله اما كزار اما يبيع في الصوق اما بزاف ديال المهم لابد ما يكون عندو واحد الحل منين كي يلقى ديال الحل كي يبقى حاير كي باش حال غادي نبيع انايا هاد الارانب و يعني اولو اي اذا مشوطاتا فاتوا الوزن ديال الارانب او ثلاثة كيلو كيفاش غادي نبيعه خالطا ان ها ذاك الساعه ما يبقوش كيتبيع بالكيله لان ذاك الساعه كיי تقول لي واحد تدير وانتهية بينه وانتهية تبيع واحد الانثى الكسيبة يعني ماشي واحد باش انها غادي تزوج وغادي تولدون كيف stato durchaus تبيعها بالكيلو ما يمكنش يعني الحاجة ديال الكيلو كتكون يعني ماشي ديال المزاوجة او لما عارفش هان ترقتي فرصة انك تفهم باللي الكيلو يعني باش تبيع بالميزان ماشي هو انه غلي تبيع واحد الحاجة واحد ذكر مثلا باش يلقح ولا واحد ذكر سلالة ولا حد انثى سلالة ولا انثى حاملة الحاملة بوحدها تقدر تبيعها بكتر في التامان الكسيبة يعني يلا غدي توجد حوثينيك تكون بتامان ولكن احنا نظرو ما بين اولا نظرو على ما بين الانثى يعني اللي branded تامندي الكيلو والتامن ديالكسيبة تامندد الكيلو وهو يعني يبقي مدار تلبج يales ليبرا لاننلا محد ذكر غيغة ديلهم ليبرا يثنت للامنب ديالك طيح تليس غالي اذكر تفرق سعاد درام ديال كوني بخافاك ديالك الليبرا دير تسمم دموي مني كتدقها لعصة في يعني را فات تلت شهور يعني عيه يخص كي تفوت تلت شهور خصد الدقة مني كتدق لها ليبرا كيولي هذيك الأرنب ماشي ديال الكيلو ما غزيش بيعوا بالكيلو كيولي ديال الكسيبة مني كيولي ديال الكسيبة هذا سر رادي نعطيه لكم jeder كيل شهور كي لعب الثمان ديال الكيلو ديال الميزان كيفاش كيف تتعامل مع هالكزار عكا تتعامل معه مع دجاج. من كي يطلع دجاج تلع السعر ديال القنية وكي يطلع. عاود العواشر. نحن نقول العواشر مثلا في شيء اعياد. الناس كي يريد استعملوا القنية والانانيم. عاودتاني كي يطلعوا لهم السعر ديالهم. ولكن نحن في الحلقة هذي. هذين هضرو على الفرق ما بين الكسيبة والسعر ديال الكيلو. ديال الكيلو انا رققكم. كي تراوح ما بين 30 درام تل 35 درام. كي يبقى يلعب ما بين 30، 32، 34، 34، 35 درام. والخطرة هو عاشر. بالنسبة إلا بغيت تبيعه في السوق هذك شيء شغلك. يعني كتبقى تبيعه بالميزان بلا ميزان. يعني لكن انتي ما بغيش تغشوك يعني بغيت تحلل رزقك أنك كتوزن هذك الأرنب. وكتبيعه بالميزان يعني ممكن أنك تطيحو حد درهم جوج تلاتة هذي مشي مشكل. ولكن بالميزان الأحسن تبيعه بالميزان وخاك تبيع انت في السوق ممكن أنك تبيع بالميزان. يعني عينيا هي كتبان عينيا هكا أرنب راك جايبه ولكن تايا بينك وبين راسك راك عارف بالليش حال فيه ديال الميزان. أما سعر ديال الأرنب ديال الكسيبة عقلو على الثامان وهو خمسين درهم تلخمسة وخمسين درهم. منين تكون عندكم شيء أنثى يعني كبيرة وبغيتو تبيعوها الكسيبة كتوزنوها هي أغالبا كتوك يقولك ميتين درهم. هذا اللي كيقولك ميتين درهم ما راح رايح رايحي علاش لأن الأنثى بارغة غالباً كتوك فيها أربعة كيلو. أربعة كيلو خمسين درهم هي ميتين درهم. الترفق معاكم كيكون تمن يقدر يكون 200 ميتين وعشرين درهم هي هذه كبير اختراط كيوصل ل الخمسة وخمسين درهم إذا ضربنا خمسة وخمسين درهم في ربعة هي هذيك ميتين وعشرين درهم. وشي واحد كي سحب رسولها كي تشطر هاد التقنية هادي ارا ما فيها لاشطرة الاولو اي لمشي تيتا كان عندك ارنب كبير اما ذكر حال هكا او انثى وزنو وضرب الميزان في خمسة وخمسين درهم وذلك الشي اللي يخرج لك اراه هو الثمن ديالو الحقيقي اللي خصو يكون فيها اراه سر من الاسرار اللي كيستعملوها الحريفية في هاد المجال انا قدمتلكم كهدية ان شاء الله في هاد الحلقة هادي عقلو خمسين درهم تل خمسة وخمسين درهم هادو الحواجي اللي كسيبة اه ها قد يدى انثى ولا ذكر ماشي مشكل بحل بحل الذكر بحل الانثى غيد الانثى منيك تكون حاملة بحاول انك ما تنزلوش على خمسة وخمسين دلهم لأن هذه التلقيح ستوقيت تحسب إذا لقحت الأنثى عندك في الذاكرة لأن الذاكرة ستوقيت ستوقيت 8 دلم يعني لا تنزل على 55 دلم يعني 55 دلم إذا كانت فيها 4 كيلو ستكون 220 دلم هذا هو الثامن الأصلي للأنثى حالات خاصة وهو السلالات مثلا تكون البابيون تقدر تزيد شي حاجة لأن البابيون ليس هو نيو زيلاندي نيو زيلاندي نقص شي شوية على البابيون البابيون تبارك الله يكبر ضغياء يوفى ضغياء يعني الأرجل دياله الخلفية كتبلك صافة وقفة ضغياء أما نيو زيلاندي أو شانشيلاوه شانشيلاوه زي في الثامن شي شوية حالين اللي لجينا نصنفوهم ممكن أنك تدير نيو زيلاندي تديرو معه معه الكاليفورني وشانشيلا ديرها صح شانشيلاوه أصلية مشي الشانشيلاوه اللي اللي نفهم قمقن الشانشيلاوه اللي كتكون بزستة هذيك ممكن أنك تصنفها مع السلالات هي والبابيون هذو بجوج مطيحوش على خمسة وخمسة وخمسة درهم الكيلو إني مشي تبيعوا ذاك شي عيني يعني يعني أعطيني ثلاثين ألف ثلاثمية درهم أعطيني ميتين وخمسة درهم لا بينكم بين راسكم راه الميزان هو اللي كيف صل منين تشوفوا راسكم بغين تبيعوا يكون عندكم ميزان وزنوا إلا مشيتوا توزنتوا راه هذاك هو التامل الأصلي لنا دي يرا حلقة هذي شي أسرار كي تتعاملوا بهم الحريفية هنا أحطيت لكم على طبقة من ذهب كنظرنا أن الحلقة تكون راقصكم كنتمنى أنها تكون راقصكم و كنشكركم على التعاليق طيبة دي لكم الناس المازل ما يشاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غاديب الدعم دي لكم كنشكركم بزاف على التعاليق طيبة دي لكم تكيوا إلى زر الجرس كي يصلكم جديد دي لوسكي يا لزر الجام باشتسندونا إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله